السلام عليكم. الفيديو ده انا عمليه بس عشان اشوف ايه الاخطاء اللي موجودة في الفايل. عشان بس محدش يعملها غلط. اه فحادي على كل صورة فيها خط ان شاء الله واقوله. تمام? بناينا على كلام الدكتور في المراجعة. الشولدور ديزلوكيشن اللي علينا هو الانتيريور ديزلوكيشن. تمام? مش علينا الحاجة التانية. لا لا بوستيريور ولا انفيريور. ممكن عادي يجيب لنا صور سواء الصورة دي سواء اه صورة في الرجل اه بيجيب صور عادي ويسألك عليها. يسألك ايه هي اللي هنا مسلا هنا لصف نورمال كونتور وحقول لك قول لي هيوها الكوز. تمام? اه اه بتاع الهيوميروس. قلينا اه 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 مش قلوز د ردكشن بنت قلت له قلوز د ردكشن الا تعالي انت ردها قلوز بقى. يعني انت تعالي يعمليها. فمعنى كده انه مش موافقة على يبقى هي مفروض تمام? اه في برضو حاجة عايزة اقولها الدكتور قال امتى بقول آآ في الدي اتش اس وفي الدي سي اس وفي الانتر لوكينج نيل وفي الانتر ميدالرينيل دول بقول مينفعش اقول معهم اه ولو حد عنده ده اللي هو بيبقى بتاع الاطفول مينفعش اقول يعني ما بفتحش تمام? بتيجي ام سي كيو. بتبقى في احنا عارفين ان هو مفروض تمام? بس اه انا بس حابة اقول الحاجة مش موجودة هنا الدكتور قالها. قال ان آآ في دوت اه لو قلت لك ايه هي الكومبليكيشن? الاكيوت كومبليكيشن يبقى انا قصد بريكيا الاورتل انجري. لو قلت لك دي ليد كومبليكيشن يبقى انا قصد المال يونيون. آآ الكيوبيتوس في المال يونيون كيوبيتوس ذارس اآ بتبقى اكتر بكتير من الكيوبيتوس فانت لو ما لقيتش في الاختيارات فارس تبقى ساعتها تختار فالجس برضو هي مال يونيون بتاعت السوبرا كوندايلر فراكتور تمام بس لو لقيت الاثنين في الاختيارات بتختار كيو بتز فارس طيب الدكتور قال ان اي حاجة في الفور ارم اي فراكتور في الفور ارم فانا بعمل اوبن ريداكشن الصورة دي اه الدكتور اي اه قال ان لو حد اعمالها جاليازي فراكتور ساعتها هتبقى غلط تمام حيديله سفر ولو انت مسلا كاتب فوق جاليازي فراكتور وكاتب تحت يعني اه اه اوبن ريداكشن انترنال فكسشن باي بليتان دي سكرو اه فهم مفرد ان التريتمينت صح لا هو هاملها لك غلط عشان انت كاتب السؤال السؤال الاول اجابته غلط تمام هما ده القانون عندهم يعني لو السؤال الاول غلط يبقى التاني كمان هيبقى غلط طالما على نفس السلايد دي حاجة ايه الحاجة التانية لايزا نبه عليها ان لو في جاليازي فراكتور يعني بيبقى فيه ديس لوكيشن وفيه فراكتور فانت المفروض ان انت لازم تكتب لاثنين يعني مسلا سواء الجاليازي او منتجيه تكتب منتجيه فراكتور ديس لوكيشن لو نسيت كلمة فراكتور او ديس لوكيشن هتناقص ديو خلينا هنا مفروض دي هتبقى ايه مفروض دي ايزوليت دستل ريجيس فراكتور تمام؟ وعلاجها بالPlatonDiscrew زي ما قلنا لما تلاقي الPostPounds متقصرين فما تكتبش بقى النا ورادية قال تكتب PostPounds في 4R فراكتر في ال PostPounds 4R ولو في الرجلين في الفيبولة والتيبية ما تكتبش فيبولة والتيبية لأ تولقي PostPounds في اللج تمام؟ هو قال كده في الكوليز ممكن يسألك عن الكريتيريا تقوله ساعتها دورسل تلت ودورسل ديس بلسمنت وإمباكشون تمام؟ دي الكريتيريا بتاعت الكوليز فراكتر يعني علشان لو حد حضر المراجعة مع حد تاني دي المفروض زي ما انتم شايفين دي إدعايل عرفت زي العظم بصوا دوائر صغيرة ازاي مش زي بتاعت الايد مثلا بتاعت دي شايفين العظم هنا دوائر بتاعتها عمل ازاي ساشوفه الكسورة تانية اهي بصوا العظم هنا دوائر عمل ازاي لكن هنا صغيرة صغيرة تمام؟ فدي بتاع الطفل فبالتالي هنا انا مفروض هو الدكتور كان عال اي حاجة في الفور ارم الاحسن نعمل ايه ايه اوبن ريداكشن ايه اوبن ريداكشن ما بينه وما بين الديدي اتش علشان اولا فيه هنا الاسيتابلوم واضح الاسيتابلوم وكمان البيلفس بتاع الطفل بيبقى مفتوح من هنا مفتوح من هنا من محيتين هنبقى نشوفه تماما بس ايه حابيت اوضح لكم دي فراكتور ديزلوكيشن بتاعتالي يعني هي مكتوبة صح بس التريتمينت مكتوب غلط التريتمينت الدكتور قال اوبن ريداكشن انترنال فكسيشن تماما عشان فيه فراكتور مش بس مش بس ديزلوكيشن طيب لو فيه فراكتور في النكو فيمر المفروض ان انا في التريتمينت حكتب لو هو اباو سيفنتي اي ولو تحت السيفنتي اي لو اباو سيفنتي حعمل ارثرو بلاستي لو قال من سبعين فهتقول بقى مسلا او اوبن ريداكشن انترنال فكسيشن حسب يعني لو باي سكرو ايه اوبن ريداكشن انترنال فكسيشن باي سكرو تمام ودي غلط هو طالما اصلا فيها خرب سواء يعني هو اصلا ما فيش حاجة تقريبا معمولة بخرب مواحد يعني هو المفروض إن الخرمين دول موجودين برضو هنا ده الأستن مور تمام والفوق دوت اللي هو كتب تومسون هو مش تومسون هو أستن مور برضو بس الأشعة ما جابتش الخرمين جابت خرم واحد التومسون دوت ما فيش أصلا خرام يعني على حسن فيه دكتور داني كان أقيل لنه فيهاش خرام والدكتور دوت قال إن هنا بس الأشعة ما جابتش الخرمين لكن الاثنين أستن مور ودي غلطة برضو المفروض ان انا طالما اعمل internal fixation بالDHS يبقى ده closed reduction هو كاتب هنا open reduction مفروض closed reduction وإحنا عارفين ان الDHS ده هو interthruchenturic fracture وإحنا عارفين برضو المفروض ان الزاوية بتبقى zاوية منفارجة عشان كده بقول عليها DHS اما لو هي كانت right angle 90 درجة ساعتها بقول ان هي DCS وبدي بقى indication بتاعها subthruchenturic fracture والdistal femur fracture دي علشان لو قاتلك يعني الصورة وقال لك الinstrument والindication هنا بقى segmental fracture بتاع التابية مكتوب اصلا never open وعمل ان هو closed reduction بس هو الدكتور قال ان هي open reduction طعم فهي مفروض ان احنا نكتب open reduction وانترنال فكسيشن با blatant screw هنا ما ينفعش احنا عارفين بصوا هنا ده في ايه pie malular fracture طعم بس ده بم بايمالولور fracture بس من غير dislocation هو مش متحرك لكن بصوا تحت هنا ده هنا حصل dislocation غير هنا هنا سيبته فهنا ده pie malular fracture لكن هنا هقول pie malular fracture dislocation لازم اكتب dislocation عشان ما نقصش لكن هنا ما فيش dislocation هو كتب dislocation تمام وده طبعا intro articular يعني ده ده joint يا طبعا فبعمل open reduction لان احنا كنا واغدين ان في joint بعمل open reduction intro articular بعمل open reduction هنا الدكتور قال ما نكتبش pie malular fracture بس عشان pie malular دي طبعا tibia بس هنا في fracture في tibia وال fibula حتى بصوت تصحيح تصليح بتاعه يعني في tibia وال fibula فمفروض ان انا اما هكتب pie malular plus ان في fracture في fibula او ان انا هقول ان ده fracture في both bones of leg ده بقى اللي احنا كده هدخلنا في spine لو لوحظتم معي المفروض ان فوق دي الجمجمة بعدين نازل cervical cervical هنا ايميلو cervix يعني هي الرقبة في هنا dislocation فانا حقول fracture dislocation مش حقول بقى c4 و 5 كده لا ان حقول بقى cervical fracture dislocation التريتمينت بتاعه بمن هو في dislocation فهو كده مش stable فبالتالي انا حامل ايه حامل decompression fusion و fixation اي اي جوينت يعني اي حاجة في spine unstable ساعتها بكتب التلاتة دول الكوكسافورا احنا بصو ايه الهب بتاع children شكله مميز تمام بحس تحسوك انه مقصوم كده خط بالعرض فوق وتحت المهم يعني دي كوكسافورا بس التريتمينت بتاعها غلط الدكتور قال انه هو sub trukenteric valgus osteotomy هنا كاتب super trukenteric مش هي valgus تقريبا زي الابداكشن بس يعني هو الدكتور قال sub trukenteric valgus osteotomy تمام هو الكده العليق فهشوفوا بقى انتم هتعملوا ايه ودي مش كوكسافورا ليه دي كان ddh بقى delayed فبقى delayed ddh علشان هي مش محطوطة في الاسيتابلون بتاعها بسوا على الفرق ما بين هنا ما بين هنا هتلاقيوا اني دي طلعه فوق وعملالها اسيتابلون لوحدها بس هي مفروض تبقى نازلة تحت تمام بصولها كويس هتلاقوا في اختلاف في الليفل فدي تبقى delayed ddh دي المفروض ان هي بس هو لو سألك على التست اللي بتعمله فهي اسمعها تريند لينبيرج تمام والمفروض برضو ddh التست بتاعها نفس التست في التومرز بقى الدكتور انا لما شوف ان التومر في لون يعني شايفة البون في تومر يعني شايفة لون اسود همعملون غامل لان البون بيبقى فيه كالسيوم التومر بقى بيبقى osteolytic ده osteolytic ليه علشان واكل في العظم في osteolytic يعني بيقصر العظم فبالتالي هيبقى لونه غامل هنا لونه مسويد وهنا لونه برضو ايه مسويد فانا هكتب osteolytic ليجن وما بين قصين بتكتب الديدي اكس يعني ديفرينشل دياجنوز ممكن يبقى ايه ممكن يبقى جاينت سيل تومر ممكن يبقى انوريزمل بونسست وممكن يبقى سيمبل بونسست ولو شفتوا منفوخ زي الصورة دي فمش بحط احتمال السيمبل بقولي اما جاينت سيل تومر يما انوريزمل بونسست مهمنا بكتب كلمة osteolytic لجن عشان كان في ناس بتسأل فيه دكترا ال كده ودكترا ال كده ال كده فقلت اقول لكم الدكتور في المراقع الدكتور قال لد ان شاء الله الاستي لو جات هتجي واضحة هتبقى عاملة زي الاشيعة دي وبتبقى جنب الجوينت ناحية الجوينت كده ودي برضو طمعين ودي كوندرو ساركوما زي ما الفايل بيقول عشان في ناس كانت متلغبطة دي كوندرو ساركوما والدكتور قال لما شوف ورم في الشافت يعني مش باين ان هي ناحية جوينت ولا حاجة وبالمنظر دوت كده يبقى دي ايوينج ساركوما دي ملتبل ميلومة زي مكتوبة بس لو قال لك قولي اثر كوز ساعتها تقول متاستاسيز اخر حاجة بقى الاربس بالسي دوت الدكتور قال ان هي في الروت مش في الترانك بتاع البريكيو البلاكس موسيقى السلام